السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد تعالوا نكمل الموضوع اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت مع سلسلة اسمها سلسلة لماذا الإسلام بس في البداية كده أنا حابة بسأل سؤال إيه النعمة العظيمة اللي انت حاسس أنها من أكبر النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالك يطره يا نعمة السمع ولا البصر يطره يا نعمة المال ولا البنون يطره يا نعمة الصحة إيه اللي انت هتختار الإجابة هتختلف من واحد للتاني فينا في حد مننا ممكن يقول الصحة في حد ممكن يقول المال البنون وغيرها من الإجابات الكتيرة المختلفة لو السؤال ده توجه لي أنا مش ألاقي أحسن ولا أفضل من نعمة اسمها نعمة الإسلام تخيل كده إن عدد الأديان اللي موجودة على كوكب الأرض دلوقتي في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها مش أقل من أربعة تلاف ومتين ديانة أربعة تلاف ومتين ديانة وإنت تتولد مسلم لمين بقى؟ لأب وأم مسلمين من غير لأي جد ولا تعب ولا أي حرب ولا جهاد ولا أي حاجة خالص يجي لك كده الإسلام على طبق من دهب زي ما بقوله هو صحيح وصل بجهاد النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وجهاد الصحابة اللي جلاء رضوان الله عليهم وبكل يتعب ومشق عشان يوصلك أنت أو يوصلينا كلنا كده بكل بساطة كده وعلى عشان نشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي ونستحقها لازم نطبق تعليم الإسلام كما أنزلت على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ونكون خير أتباع عليه صلى الله عليه وسلم اللي بعد كده هتخلينا إحنا خير سفراء لدننا الحبيب وللنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ونرجع تاني الأخلاق ما بيننا وبين شبابنا وبين أطفالنا أحبكم في الله محمود أحمد منصور